أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ضرورة الاستمرار في نهج الانضباط المالي والحفاظ على المسار الآمن للموازنة العامة وذلك وفق توجيهات الرئيس السيسي بهذا الشأن مع استكمال مختلف جوانب المنظومة الجمركية الجديدة بجميع الموانئ والمنافذ الجمركية وذلك بما يعزز حوكمة الإجراءات بها جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدبولي لاستعراض مستهدفات الموازنة العامة للدولة وتوفير التمويل اللازم للسلع الاستراتيجية والاحتياجات الأساسية للمواطنين وتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية وخلال الاجتماع تم استعراض تنفيذ التكلفات الرئاسية الخاصة بتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتدبير التمويل اللازم لحزم الحماية الاجتماعية الجديدة للفئات الأكثر احتياجا